اشتركوا في القناة يوم 22.11 في ساعات الصباح الساعة 22.33 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بده ينتقل ويصير موجود بالقوس رح يمكث في القوس لغاية يوم 21.12 الساعة 53.57 دقيقة من ساعات العصر عشان هيكي منقول لها كل موليد برج القوس كل عام وانتم بكل خير بالنسبة اول اشي الى الشمس شو تأثيراتها الشمس هي اللي بتمدنحنا الاعتداد بالنفس الطموح الحكمة الكرم التفاؤل طبعا لها صفات ايجابية والها صفات سلبية الصفات الايجابية زي ما حكنا طموح الصراحة الجراءة التفاؤل الكرم الحركة والنشاط القيادة الاستقلالية يعني بتعطينا نوع من القوة بتعطينا نوع من انواع الدفق في نفس اللحظة ولكن سلبياتها لما تكون منتحسة او تعمل زوايا سلبية خصوصا للموليد بتعطيهم الغرور والانانية والديكتاتورية بدنا اول شغلة زي ما احنا تعودنا بالفترة الماضية نركز احنا على ايشي له علاقة بالزوايا الفلكية عشان هيكي خلينا نروح شوي هيكي نيجي على الخارطة الفلكية هاي موعد بث الحلقة اللي هو طبعا انا ببثها اليوم اللي هو 17-11 لان شوي تعبان ما بعرف الايام الماضية كيف بتكون اي رفعنا هيكي عشان اه نحرك ونشوف ليوم الانتقال اه منمشي لغاية يوم 22 اهي 22 اهي انا زل الكويها شوي عشان تبين هنا هيكي صارت الشمس موجودة بالقوس ايها دخلت باول حد القوس طيب اول زاوية راح تكون هي اه لا يعني بالشمس اه هي زاوية راح تكون اقتران بين الشمس وبين عطارد وهي راح تكون يوم 29 اهداش فبنمشي ليوم اه 29 اهداش اي 29 اهداش بنرجع بالساعة شوي بس على اساس انه يعني نخليها لفوق هيكي تركيبها ايها هيكي ممتازة فتطلعوا عليها هنا هاي 29 اهداش زاوية الاقتران اللي راح تكون ما بين الشمس وما بين عطارد طبيعة الحال في ناس برضو من الفلكيين اللي فاهمين او حافظين مش فاهمين بيجي بقولك انه عطارد اجا بمنطقة صار محترق فبفقد حضوضه بالعكس هو بعطي حضوضه وحضوضه قوية جدا بتكون لانها هاي زاوية اقتران كوكبين بنسجموا مع بعض هاي زاوية بيبدأ تأثيرها يوم 23 اهداش وبتستمر تأثيرها ليوم 15 وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية يصعب علينا فهمها او تعذر علينا فهمها بالفترات الماضية بتزيد من اه قدرتنا توجهاتنا اجراء اتصالاتنا تنقلاتنا سفرياتنا بتعطينا حيوية بتعطينا طاقة يعني ممتازة جدا اه لاننا بالنسبة للزاوية الثانية اللي هي راح تكون يوم 30 اه 30 احداش نمشي واحدة هيك فامنلاقي انه يوم 30 احداش في عنا زاوية قاعدة بتتشكل بين الشمس وبين زحل هايها زاوية التسديس شايفينها فهاي زاوية برضو تعتبر ايجابية هاي صار عنا زاويتين ايجابيات للشمس فهاي بتعطي حضوظ برضو قوية وهاي بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤولنا وتحمل المسئولية وتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات وبتعطينا المتابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب والعلاقة الجيدة بتكون مع الاباء وبرضو بتعزز الامور اللي الها علاقة بالعقارات هاي الزاوية تأثيراتها من يوم سمعة وعشرين احداش لا يوم خمسة اتناعش برضو. في زاوية بعديها هي زاوية سلبية راح تصير اللي هي يوم اه اتناعش اتناعش. اه بنمشي ليوم اتناعش اتناعش. طبعا راح يجي اه ناس من اللي بدعوا انهم بعلم الحرف والرقم انه يوم اتناعش اتناعش. اه اتنين اه عشرين واحد وعشرين كلها اثنين واحد فهاي للطاقة. ويوم البواب العالمي واللي بتفتح الطاقات وبتقدر تكتب شكل مش عارف ايش هذا. والكلام الفاضي اللي بنحكي. فهذا كله ما بيتخذ فيه انه عشان ترتيب الارقام انه اتناعش يعني ثلاثة يعني مشتري بصيروا يركبوا الارقام. اتناعش ثاني ثلاثة يعني مشتري ثانية. وبجمعه وهذا فتوخذوش فيها الحكي. فهذا اليوم فيه زاوية تربيع راح تكون بين الشمس وبين نبتن. وهاي بالنسبة لزوايا تعتبر زاوية سلبية بين الشمس وبين نبتن هيها. ولكن انه انا مش حطت الساعة المزبوطة لالها. فخليني اه مشي الساعة عشان. لانه هذي مش مدتها مش طويلة يعني هي اربعة ايام. فمننزل شوي بالساعة عشان نحددها بالضبط. يعني هيها الزاوية شاكيناها اي زاوية التربيع ما بين اه الشمس وما بين نبتن. طيب بما انه الشمس الها علاقة بالطاقة ونبتن اله علاقة بالخيال. فهاي بتخلينا شوي نعيش بعالم اه في نوع من انواع الوهم من نسج خيالنا بعيد عن الواقع. اه بتجعلنا غير عمليين في حياتنا. اه دوليا شوي بما انه الها علاقة بالمي. الها علاقة بالشمس. والها علاقة بالنبتن المائي. فشوي هاي الها علاقة بالسوائل. اه طفان. اه فيضان. غرق. اه اشي اله علاقة بالضواهر المائية او البحرية. ولكن برضو الها علاقة بالتسمم الغذائي او التسمم الجماعي. اه ارتفاع اسعار النفط برضو بتلعب هاي النقطة. اه الها بالسفن زي ما حكينا. ولكن انه يعني شوي هي تأثيرها فكري ونفسي اكثر من انه عادي. طيب. الان في عنا الزاوية الاخيرة اللي هي يوم عشرين اتناش. هاي الزاوية طبعا اللي ذكرناها هي تأثيرها من يوم تسعة اتناش لا يوم خمستاش اتناش. اه بالنسبة للزاوية التي تليها اللي هي يوم عشرين اه عشرين اتناش. فبنمشي ليوم عشرين اتناش. عشان اللي هي يبل الانتقال. عشرين اتناش. هاي الزاوية اللي هي بين الشمس وبين المشتري. يعني هاي زاوية التزديس اللي راح تصير فيه هو في آخر درجاته وهذا في آخر درجاته بتشكل زاوي تزديس ما بينهم هاي بتدفع بحظوظنا بصورة عامة بتقوي الإرادة بتمنحنا الثقة بالنفس بتعطينا التسامح لحسن التصرف القوية جدا على مستوى الاتصالات والحظوظ بتحقق من خلالها بعض النجاحات اللي إلها علاقة بالحياة المهنية أو المادية وترتبط برضو بعلاقات نافعة ما بيننا وبين الأشخاص على أساس أنه أنتوا تكونوا فاهمين إيش اللي أنا بركز عليه بالكلام وبالتوقعات وبالأشياء هاي إنه أنا ما باعتمد اعتماد كلي على البرنامج شو بعطيني حظوظه شو ما بعطيني حظوظه شو بركزلي وشو مش عارف إيش أنا بحب أعملها يدوي يعني أحسبها يدوي وأقرر على حسب الزوايا إيش أنا أعطي قوة الحظوظ طيب الآن خلينا نرجع لموضوعنا إنه الشمس لما تدخل على القوس إيش يعني الشمس لما تدخل على القوس هذا الشيء بعطي نوع من أنواع الدفء للأبراج الرغبة السفر الرحلات الصيد المتعة برضو هاي شوية بتعطي أمور إلها علاقة بتحسن على المستوى الصحي ممكن نجتاز فترة يعني هيك أحسن من الفترات الماضية لأنه أول إيش هو برج ناري الشمس لها علاقة ببرج الأسد برضو نارية وجودها بالقوس بتعطيها دفعة عالية جدا اللي بتأثروا إيجابيا هم الأبراج الهوائية والأبراج النارية أكثر نشاطا بيحسوا بهاي الفترة أضعفهم وأقلهم هم موليد برج الجوزاء لأنه يعتبر مقابلهم فطاقتهم بتكون ضعيفة شوي لكن بما أنه أغلب الوقت سعيد فرح يعطي إيجابية أكثر بالنسبة لهم أكثر المستفيدين هم الحمل والأسد والأبراج الهوائية زي ما حكينا اللي هم الميزان والدلو أقلهم اللي هو الجوزاء الموليد اللي بدهم يديروا بالهم على صحتهم أكثر بالفترة هاي اللي هو أول إش بالنسبة لبرج الجدي لأنه يعتبر بيت متاعبهم فهم أكثر ناس بدهم ينتبهوا برج السرطان لأنه يعتبر البيت السادس لإلهم بيت الصحة فشوي بدهم ينتبهوا على صحتهم على عملهم الجوزاء مقابلهم بدهم ينتبهوا على طاقتهم وبدهم ينتبهوا برضو على أمور إلها علاقة بالصحة هاي هي فقط يعني بتقدر تأخذوها هذا الكلام اللي أنا بحكيه زي توقعات شهرية يعني شهر كامل من انتقال للشمس للقوس لحديث مغادرتها للقوس تعتبر توقع شهري لأنه أساسا الفلكيين اللي بيحللوا الخارطة أساسا يعطوك توقع شهري هو بيعتمد على الشمس أساسا واحد بعدين على عطارد وعلى الزهرة فبما أنه طلع ثلاث كواكب هذولا فهو بقولك هاي توقعات الشهرية غيرها ما فيه فالشمس هي الحض الأوفر لها في التوقعات الشهرية فإذا بتعتمدوا عليها هي يعني رزنامة الشهر كامل للكم طيب أول إشي بالنسبة لموليد الحمل يعتبر البيت التاسع لهم هذا فبينشطوا في أمور لها علاقة بالسفر بالاتصالات البعيدة بيستفيدوا الطلاب اللي بيدرسوا جامعة بامتحاناتهم بدراستهم بما أنها سعيدة الشمس معناته بتزيد من ذكاء موليد برج الحمل أكثر بتتعزز من طموحهم أكثر بصيروا كريمين متسامحين تعطيهم نوع من أنواع التفاول أكثر هاي فترة مناسبة لهم لأخذ عطلة أو لسفر أو لها علاقات جديدة مع أشخاص أجانب أو مقيمين خارج البلاد برضو على مستوى القضايا القضائية بتدعمهم وعلى مستوى الأوراق القانونية أو الإقامات أو اللي بدي يجدد إقامة برضو تدعمهم بالنسبة لموليد برج الثور واللي طالعهم ثور طبعا هاي البيت الثامن لهم هي بتفتح لهم مجال على مستوى المكاسب المالية اللي بتيجي من شراكة من تعويض من تركة وبتعطي زيادة في الأرباح عن طريق يعني عن طريق شراكة أكثر إشي وخصوصا أنه شمس سعيدة بتزيد اهتمامهم بالمواضيع الروحانية ما ممتازة جدا بالنسبة لهم على المستوى المالي يعني بشوف أنه فيه لهم بعض المكاسب اللي بتيجي بالأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعود لهم لحالهم اللي هي زي ما حكينا تركي أو ميراث أو أموال اللي لهم بيستردوها وأشياء من هذا القبيل بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا الجوزاء مقابلهم تماما فقلنا أنه هي بتعزز شراكاتهم ولكن بدهم ينتبهوا لصحتهم بتعطيهم ضعف بالطاقة ولكن هاي بما أنه هي وجودها أغلب الوقت رح تكون سعيدة فموليد الجوزاء واللي طالعهم جوزاء بيرغبوا بالقيام بأدوار اجتماعية مهمة جدا هاي الزاوية وجوده بالقوس بتحقق لهم نوع من أنواع الاستقرار بفضل شراكة أو زواج أو ارتباط هاي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية اللي بينهم خلافات بقدروا يتصالحوا بالفترة هاي برضو تعزيز العلاقة مع الشركاء أو بداية شراكة جديدة بالنسبة لموليد برج السرطان واللي طالعهم سرطان طبعا هنا لأنه بيت العمل لهم فبيتراكم العمل عندهم في الفترة هاي أهم إشي أنه بدهم ينتبهوا لصحتهم لأنه يعتبر بيت الصحة برضو ولكن بما أنه الشمس رح تكون سعيدة أغلب الوقت فهاي بتزيد حبك للحياة تبذل الجهود تكافأ عليها أكثر ممكن تحتاج لتجديد محيطك بالفترة هاي هاي فترة مناسبة لإجراء تغيير برضو على المستوى المهني أو عمل جديد أو ترقية جديدة مثلا تكون في مستوى العمل إيجابيا على المستوى الصحي ممكن تكون بإجراءات لعلاج بعض الأمراض اللي كان مستعصي عليك أنك تعالجها بالفترة الماضية الشهر هذا ممكن تجدل لها علاج بالنسبة لما وليد برج الأسد بيشعروا بقوة الحظ والعاطفي والأمور المالية لأنه هذا بيتهم الخامس بيت الطاقة والحب والعاطفي والترفيه والأبناء والوالدين وهذا فكل الأمور هاي رح تكون ممتازة ولكن هي لأنها سعيدة أكثر فبتمنحك تقدير الجنس الآخر أكثر وبتحقق النجاح في بعض مشاريعك أو أرباح عن طريق المعاملات العقارات هاي فترة مناسبة للتسلي والترويح على النفس برضو بتعطي فرص للارتباط لبعض موليد برج الأسد إما بخطبة أو زفاف أو علاقة جديدة بالنسبة لموليد برج العذراء بيستفيدوا في مجال السكن والعقارات والارتباط العائلي لأنه هذا البيت الرابع لا إلهم فممكن يهتموا في بيت جديد في ترحال استئجار بيت جديد فرحة تدخل على البيت مناسبة معينة سعادة على المستوى العائلي عالية جدا بتكون علاقاتك العائلية جيدة الحالة المادية بتكون ميسورة وهي فترة مناسبة لحيازة ممتلكات عقارية أو تحقيق نجاح شخصي بالنسبة لموليد برج الميزان يعني بينشطوا في أمور التنقلات السفريات الاتصالات هي قوية جدا برضو بالنسبة لإلهم لأنه يعتبر البيت الثالث لإلهم فعشان هيك اتصالاتهم بتكون نشطة جدا سفرات قصيرة بتكون مواردة الطلاب اللي في المرحلة الابتدائي والثانوي يعني بتكون فترتهم مميزة جدا على مستوى الدراسي والامتحانات ممكن شوي الاهتمام يصير على المستوى العائلي في بعض المسائل بين علاقتك ما بين الإخوة ما بين بعض المعارف الجيران مثلا وممكن تحصل على أرباح عن طريق الأسفار أو عن طريق التجارة المحلية أو التأليف بتزيد قوة ملاحظتك وفضولك الفكري وبتحظى بشعبية وتقدير الآخرين بالفترة القادمة بالنسبة 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 لموليد برج العقرب واللي طالعهم عقرب تتاح الفرصة أو فرص مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي لأنه هذا يعتبر بيت المال لإلهم وهي بما أنه الشمس سعيدي فبتسهل عليك المكاسب أو اكتساب الممتلكات المادية وممكن تحصل على طرقية أو تحصل على منصب بمساعدة أشخاص دون نفوذ وهذا بيزيد برضو ميلك للتبذير فبدك تنتبه من زيادة التبذير بالنسبة لموليد برج القوس واللي طالعهم قوس هنا بيبدأ فترة أفضل من سابقتها صحيا ونفسيا وطبعا مش فجأة مجرد ما دخلت الشمس على القوس معناته كل موليد القوس بدهم يتحسنوا نفسيا هي كل ما إجا عيد ميلاد الشخص منكم وإجا القمر في بيت سعيد فهي الفترة اللي بنعتبرها إحنا فترة بداية سنتك الجديدة فعشان هيك هي من مجرد دخول الشمس على القوس هي رفعت من نسبة الحضوض عندك منحتك طاقة ولكن هاي الطاقة بتصير تصاعد كل ما قربت على عيد ميلادك ترتفع شوي بعدين من عيد ميلادك تمشي في لفل إنها بتكون نفسيا وصحيا بتكون أفضل بتزيد حيويتك بتقوي وظيفة جهازك الهضمي بتمنحك شخصية متألقة متفائلة عفوية طموحة ولكن شوي ممكن إنه تكون متسلط بالفترة هاي بدك تحضر من هاي النقطة بتزيد حاجتك لنيل تقدير الآخرين بتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا على عكس موليد برج القوس لأنه بيت متاعبهم فبلشوا يشعروا من فترة هم بالضغط عليهم بلشت الأمور تعاكسهم مش بالشكل الإيجابي هي فترة غير مريحة لأنه هاي تعتبر غربلة أو تصفية السنة بتغربلها هيك اللي بدك تنتهي منه في هذا الشهر بتنتهي منه اللي بيكمل معك هو اللي بد يكمل معك العام الجديد فيعتبر بيت المتاعب لأنه رح يصدمك في كثير من الأشياء فبدك تتقبلها وتكون مرح جدا وما تخلي هذه الأمور السلبية أو طاقة السلبية هاي تأثر عليك بالعكس بدك أنت تواجهها لأنها هاي برضو لمصلحتك رغم منها قاسية ولكن لمصلحتك فهي فترة غير مريحة نفسيا وغير مريحة صحيا لك تنتبه على نفسيتك وعلى صحتك بزيد ميل مواليد برج الجدي للروحانيات روح التضحية أنهم يخدموا ولكن بالمقابل أنهم بتفشلوا من الناس اللي حواليهم بالنسبة لموليد برج الدلو واللي طالعهم دلو بينشطوا اجتماعيا وعلاقاتهم بين الأصدقاء على مناسبات اجتماعية ممكن تتمكنوا من تحقيق مشروع أو أمنية بمساعدة أشخاص دون نفوذ علاقاتكم جيدة بتكون مع أصدقائكم وبدعموكم بشكل جيد بالفترة هاي بالنسبة لموليد برج الحوالي واللي طالعهم حوت طبعا هنا التركيز كله على تدعيم مركزهم الاجتماعي أو علاقاتهم بالناس اللي هي الطبقة الفوق أو بالحكومات أو بالمناصب هم رح يدفعوا بمصالحهم في مجال العمل ممكن بعضهم يجي فرص عمل جديدة بعضهم ممكن يترشح لمنصب جديد هذا البيت يعتبر بالنسبة لكم بيت سمعة يعني يتكافأ فيه يتعاقب على حسب نشاطاتك على حسب حركتك ولكن بما أنه سعيد الشمس في هذا البيت ممكن تحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص دون نفوذ وممكن تحصل على ترقية أو على منصب أو على سلطة وتحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين بالفترة هاي يعني بمعنى آخر انتجاه على فترة ممتازة جدا ان شاء الله انه يكون لكم فيها اما عمل او منصب هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لا انتقال الشمس وفي النهاية يقول والله اعلم احنا منتوقع ما منتنبأ يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة